استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق اول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الامنية الفريق اول جلواك سلم فخامة الرئيس رسالة من الرئيس جنوب السوداني سيلفا كير حول تعزيز او شكل او سبل تعزيز العلاقة الثنائية المتميزة ما بين البلدين الشقيقين بالاضافة بطبيعة الحال استعراض الاوضاع في السودان والتشاور حول الجهود اللي بتستهدف تسويات هذه الازمة علشان نحافظ على سلامة وامن الشعب السوداني الشقيق وبالقطع نحن بنتكلم هذه الازمة الرهنة في السودان تؤثر على جنوب السودان وتؤثر على مصر ده اكيد تؤثر على منطقة شرق ووسط افريقيا بالتأكيد الادرة بافريقيا هم الافارقة يعني من اول جنوب المتوسط وحتى جنوب افريقيا حتى دولة جنوب افريقيا اهل مكة ادرة بشعبها اتمنى الدنيا تهدى ولعل هذه الرسالة القادمة من الرئيس جنوب السوداني سيلفا كير ولعل اللقاء والاستقبال والمباحثات اللي تمت النهاردة مع فخامة الرئيس مع الفريق اول جلواك تؤتي بثمار اتمنى يا رب نشوف تقرير ونكمل الكلام استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق اول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الامنية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان الفريق اول توت جلواك سلم السيد الرئيس رسالة من اخيه الرئيس سيلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالاضافة الى استعراض تطورات الاوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الازمة حفاظا على سلامة وامن الشعب السوداني الشقيق وخلال اللقاء تمت الاشارة الى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الاصعادة الانسانية والامنية والسياسية مع تأكيد اهمية تشجيع الاطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال الى وقف شامل ودائما لاطلاق النار بما يسمح بايصال المساعدات الانسانية وتقديم الاغاثة وافساح المجال لاطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الازمة ومن ثم استكمال المصار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا